تورم الرجالين الاول حقول عليه مقدمة حقول مقدمة قبل ما اتكلم في تورم القدمين المقدمة دي نهايتها سبحان الله والله نهايتها ما قلتش سبحان الله يبقى ملكش حق ايه بقى تورم القدمين هي مشكلة فين يا اما في الدورة الدموية يا اما في الاوعية اللي انفاوية ركزوا معاك وز جدا اجل الاوعية اللي انفاوية دلوقتي اجلها شوي خلينا في الدورة الدموية الدورة الدموية دورة مغلقة الدورة الدموية دورة مغلقة يعني ايه مغلقة الدم طالع من الجهة اليسرى للقلب فيما اسير حنسميها شرايين وراجع للجهة اليمنى للقلب فيما وسير حنسميها اوردة يبقى الدم طالع في الشرايين وراجع في الاوردة الله طيب وانا حكول ازاي انا خلية برة ده دي مصورة انا خلية عايزة اكسوجين وعايزة جلوكوز وعايزة احماض امينية وعايزة فيتامينات وعايزة مية ده انت حابس كل هذي المحتوات مع الدم في مصورة وانا برة محروم زي بالظبط مصورة مية ما فيهاش فتحات والحي كله قاعد محروم من الماء طب ازاي ده يحصل لا مش كده يجي في نهاية الشرايين والدم يروح من مطلع المية بتاعته فيها كل اللي انت عايزه فيها كل اللي انت عايزه اصبحت المية اللي طلعت من الدم مية مش دم مية طلعت من الدم فيها كل حاجة فيها جلوكوز وفيها فيتامين بي وفيتامين سي زي كل اللي انت عايزه وكالسيوم وصوديوم بوتاسيوم هي طلعت من الدم عشان الخلية ما تبقاش محرومة تاخدوا اللي هي عايزاها طيب والمية دي بقاها تبقى مصيبة لو سبتها تبقى مصيبة تقوم تيجي ناحية الوريد وتروح دخل الوريد ورجع للقلب تانى يبقى من ناحية شريان بطلع مية اتغزى بيها واشفطها تانى ايه المشكلة في كده ألا يستحق هذا سبحان الله الدورة الدموية دورة مغلقة الدم الدم معدي فيها ما بطلعش بره لكن المية اللي فيها طبعا مكون الدم الاساسي ماء بيطلع بره بالمواد الغذائية اخد اللي انا عايزوه وروح مرجعه تانى في الوريد وديله اللي انا عايزوه يرجعتين واضحة المية اللي طلعت دي لو ما رجعتش لو طلعته مية من الشريان وما رجعتش الوريد هو ده التورين الورم ده عبارة عن ايه مية خارج الاوعية الدموية حول الخلايا وادوس بصباعي كده لقي صباعي بيعلم هو ده تورم القدمين هو ده تورم القدمين موسيقى موسيقى